شاهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من اكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والاركان وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافلع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وضمت تلك الدورات عدد من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعدد من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجلي عن اكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والاركان تناول الاسهامات العلمية والبحثية التي تقدمها الاكاديمية وكلية القادة والاركان وما تم تنفيذه خلال العام الجاري من دورات تدريبية مختلفة لاعداد وتأهيل اجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والامن القومي وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة باعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة لاكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والاركان اعقبه اعلان مدير ادارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الانواط لاوائل الخريجين وقام الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بتقليد اوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرا لتفوقهم خلال دراستهم بالاكاديمية وفي نهاية الاحتفال نقل القائد العام للقوات المسلحة تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وتمنياته لهم بالتوفيق مطالبا الخريجين بالحرص على سقل مهاراتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة من امكانيات العلم والتثقيف والمعرفة وان يكونوا مثلا وقدوة في العمل والعطاء لخدمة الوطن والولاء له والاستعداد للتضحية في سبيل سلامته ووحدة اراضيه واشهد الفريق اول محمد زكي بدور الاكاديمية وكلية القادة والاركان في تخريج قادة حملوا الامانة وسجلوا في تاريخ مصر الوطني والعسكري بطولات وانتصارات تحفظها ذاكرة الوطن واكدوا بعطائهم وتضحيتهم ان الجيش المصري هو ركيزة القيم والمبادئ ومعاني الوطنية والشرف وانكار الذات مؤكدا ان القوات المسلحة اصبحت تمتلك كل المقاومات العلمية التي تمكنها من اداء مهامها بكل قوة وستظل دائما قوية بعطاء ابنائها وجهدهم وبما يملكونه من خبرات علمية حديثة تعينهم على حماية الوطن وامنه القومي اشتركوا في القناة